يوم سادس من الهدنة في قطاع غزة تنفس على إثره الفلسطينيون الصعضاء بعد وقف التصعيد وسط آمال بتمديدها لأيام إضافية للتخفيف من معاناة المدنيين تقارير إعلامية كشفت عن استعداد حركة حماس لتمديد الهدنة بأربعة أيام تشمل عملية تبادل جديدة للأسرى والمحتجزين بين الجانبين ويواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعياً لتمديد الهدنة لما بعد الخميس وفي هذا السياق يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مجدداً هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية كما أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك دعم هذه الهدنة وأي هدنات مستقبلية في حال الضرورة للسماح بزيادة المساعدات وتسهيل الإفراج عن جميع الرهائن وسمح تمديد الهدنة بإدخال شاحنات إضافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصرة والذي دمرته سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي المتواصلة لكن رغم وصول مئات الشاحنات إلى غزة منذ سريان الهدنة في الرابع والعشرين من نوامبر فإن برنامج الأغذية العالمي حذر من وضع وصفه بالكارثي في القطاع مشيرا إلى خطر كبير بحصول مجاعة من جانب آخر اغتنم آلاف الفلسطينيين الذين لجأوا إلى جنوب قطاع غزة وقف إطلاق النار للعودة إلى ديارهم في الشمال لتفقد منازلهم وأغراضهم رغم الحظر الذي فرضته القوات الإسرائيلية أزياد من مليون وسبعمائة ألف شخص من سكان القطاع البالغ عددهم مليونين وأربعمائة ألف كانوا قد نزحوا من الشمال إلى الجنوب على أمل العودة في ظل هدنة دائمة وتوقف الحرب ولسان حالهم يقول لا هدنة دون العودة إلى الديار اشتركوا في القناة